نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت ميزة وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت ميزة وشددت الوزارة على استمرار صرف مستحقات برنامج الدعم النقدية تكافل وكرامة من منافذ الصرف المختلفة دون توقف وأن عملية استبدال بطاقات الصرف القديمة لا تتطلب سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقة ميزة وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أي رسوم مادية اشتركوا في القناة